دارهم بطل في المنا النهاردة وفي المنا بيبدأ بمجموعة أطفال بيلموا زبالة من الشارع وشغالين في الخردة وآخر اليوم بيناموا في أي مكان لأنهم عندهمش بيت وفي نفس الوقت ده زعيم عصابة بيخطف العائلة الصغيرة علشان يشغلهم في المصنع بتاعه لكن بيكتشف أن الأطفال واقفين قدامه وشايفين كل حاجة فبيطلعوا يجروا منهم لحد ما بيقدروا يستخبوا وبعدها بيجي لهم رغبة كبيرة في الانتحار وبيعودوا على شريط القطر وكلهم بيغمضوا عنيهم وبيسدوا أدانهم لكن بيسمعوا صوت طفل صغير وبيعيط فبيأجلوا الانتحار ويروحوا علشان يشوفوه وبيلقوا مصاب جدا والنام العمال بيأكل فيه فبيأخذوا للمستشفى بسرعة علشان يتعالج وفعلا الدكتور بيعملوا الإسعافات الأولية وبيقدر ينقص حياته وبيعرف إنهم يتامة ولو الطفل ده في الشارع وميعرفوش من أهله وكانوا عايزين ينتحروا لأن في واحد هددهم بالموت فبيتأثر بكلامهم جدا وبيدلهم بيت صغير علشان يعيشوا فيه وبيخلي الشرطة تقبض على زعيم العصابة اللي عايز يقتلهم ومع الوقت بيهتموا برام وبيعلموا الماش وبيرجعوا يحبوا الحياة من تاني وبعد ما بيعدي خمس سنين بيجبر وبيدخل المدرسة وفي نفس الوقت زعيم العصابة بيطلع من السجن وبيحاول ينتقل منهم لكن رام بيشوفه وبيمسك طوبة وبيحدفه بيها وبعدها بيموته وبيتخلص منه بكل سهولة وبيقابل الدكتور وبيقوله من النهاردة أخواتي هيكملوا تعلمهم وأنا اللي هشتغل وهصرف عليهم وفعلا بيسمع كلامه وبيقدم لهم في المدرسة وبيعملهم زي أولاده وبعدها بتعدي السنين ورام بيكبر وبينلاقي عمل بيدرف في الناس لحد ما بيقدر يوصل لزعيمهم اللي بيكون اسمه راجا وفي الآخر بيموته وفي اللحظة دي بيصحى من النوم وبنكتشف انه كان حلم وبنلاقيه عايش مع اخواته اللي بيكونوا متجوزين ومخلفين وحياتهم سعيدة جدا وتاني يوم بياخد أولاد اخواته بيوصلهم المدرسة لكن فيه ضابط بيشوفه بالصدفة بالنظرة المعظمة وبيتصل بالقايد بتاعه وبيعرفه انه لقى الراجل اللي بيدوره عليه فبيأمره يرقبه لانه حايز يموته هو وعيلته وفي اللحظة دي بنعرف انه اخه رام اسمه بوفان وشغال مفاوض انتخابات وبعدها بنروح لمكتب رئيس الوزراء وهو بيستلم ملف عن بوفان وموجود في قصة حياته وده بيخلينا نرجع للماضي وبنلاقي نفسنا في مدينة بيهار اللي بيحصل فيها انتخابات بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة وهم اللي اتنين بيتحدوا بعض وبنعرف ان بوفان هو المسؤول عن الانتخابات علشان تطلع نزيها وما فاش تزوير وبيحط خطة مع رجالته علشان يسيطروا على المنطقة وفي الوقت ده الشرطة بيمسكه عربية فيها مية خمسة وسبعين مليون وبوفان بيأمر انها تتصادر وبنكتشف بعدها انها ملك مرشع حزب المعارضة وبيديله رشو عبارة عن خمسة وعشرين مليون لكن بوفان بيرفض وبيعملوا بها قضية وده بيخليه مددق جدا وبيهدده لازم يرجع الفلوس وإلا هيموته وهو وكل اهله ولما رام بيعرف اللي حصل بيروح لمرشح الحزب وبيفضل يضرف كل رجالته ومحدش منهم بيكون قادر عليه وبيتخلص منهم وبعدها بيمسكه وبيخليه شكله وحش قدام كل وسائل الاعلام وبيحذره من انه يحاول يهدد اخوه واهله لكن الضابط بيقول لبوفان ان حزب المعارضة مش هيسكت وممكن يموته رام والحل الوحيد يروح ويعتذر لهم على كل حاجة عملها وفعلا بوفان بياخد اخوه وبيوصل لمقر الحزب علشان يتأسف لرئيسه بانديم لكن الرام بيعتذر بشكل متعالي جدا وشكله مجبر على كل حاجة بيعملها ومسك التليفون ومش مهتم بيه وبانديم بيقول له لازم تبوس على رجلي علشان اسامحك فبيتدايق جدا وبيفضل يضرف كل رجالته وهو بيحذره هينتق منه وهيخليه يرقع ويتزل قدامه فبيقول له عايزك توريني هتعمل ايه ولو فكرت اتقرب من قلتي هدمرك انت وحزبك السياسي وهيكون اخر يوم في عمرك وبعدها بيسيبه ويمشي ومحدش بيقدر يكلمه وتاني يوم بيرجع البيت وبيفضل يحكي لليلة كل حاجة حصلت معاه واخوه بيكون خايف عليه جدا لان شجعته ممكن تتسبب في قتله وهو مش مركز معاهم وعمل بيالعب مع الاطفال الصغيرة فبيكرروا انهم يجاوزوه وبيخضوه علشان يتعرف على بنت اسمها سيتا وفعلا هم الاثنين بيعجبوا ببعض وكل واحد فيهم بيتشد للتاني وفي نهاية الامر بيعرف اخواته ان وافع الجوازة ومن ناحية تانية بندين بيقابل زابط شرطة فاسد وبيقول له لازم ترجع هبتي ومكانتي تاني قبل الانتخابات وهو بيوعده هيموت المفوض وكل اهله ويخليهم يتزالوا قدامه وبعدها بنلاقي بوفان موجود مع رئيس الوزراء وبيكلفه بمهمة جديدة في منطقتها بعمل مدينة بهار وساعتها بيرجع البيت وبيقول لرام يخلي باله من اخواته والعيلة كلها بتودعه علشان مسافر وده بيخلينا نرجع لوقتنا الحاضر في مكتب رئيس الوزراء واللي بيعرف ان عيلة بوفان مختفية ومحدش يعرف طريقهم خالص وفي الوقت ده بنكتشف ان رام خدهم واشتروا بيت جديد وبيحاول يبعد عن اي حد ممكن يزيهم ومن ناحية تانية ده قصر زعيم اصابة اسمه راجا وبيكون عنده جيش كبير وبيقدروا ينفذوله اي حاجة هو عايزها وبنعرف انه كان في غيبوبة ولسه فايق منها وبيبدأوا يشيلوا الشاش من على وشه وبيشوف شكله في المراية وبيكون متفاجئ جدا وبيفتكر لما رام ضربه وعلم عليه وبعدها بيطلع لرجالته وبيأمرهم يوصلوا الرام ويمسكوا علشان يقتلوا ومن ناحية تانية رئيس الوزراء بيعرف ان راجا فاق من الغيبوبة يعرفوا المكان اللي فيه عيلة بوفان في اسرع وقت وبعدها الزابط الفاسد بيوصل لبيت رام وبيقبض على كل العيلة من غير محد ما بيقدر يمنعوا وبياخدهم وبيوديهم لبندير رئيس حزب المعارضة ورام بيوصل للمكان وبيكون متفاجئ ومش عارف ايه اللي بيحصل ولما الطفلة الصغيرة بتجري على ابوها الزابط بيدربها بالنار ورام بيخاف جدا وعايز يتطمن عليها لكن بيكتشف انها بخير ولسه عايشة ورحوا بترجع له من تاني وبعدها بيفضلوا يضربوا في كل اخواته وهما بيكونوا خايفين ومش عارفين هيعملوا ايه ورام بيطلب منهم السماح وبتأسف لبندير رئيس الحزب اللي بيكون فرحان انه رجع حقه وخلاه يتزاله قدامه والزابط بيؤمر العساكر ياخدوا الاماكن بتاعتهم علشان يموتوا كل عيلته وهو بيفضل يترجع بيد عنهم ويسيبهم عايشين لكن ما بيسمعش كلامه فبيتحول عليهم وبيضربهم وبيحاول ينتهم منهم ومحدش بيقدر يوفق قدامه وبعدها بيتخلص منهم واحد واحد وبيندمهم على كل حاجة عملوها معاه ولما بيحاولوا يموتوه بتوصل للقوات الخاصة وبتحصر المكان وبتدفع عن رام وبنلاقي رئيس الوزراء موجود وكلهم بيشكروا وبيدولوا التحية العسكرية وقالتوا بتكون مستغربة جدا ومحدش فاهم حاجة وبعدها امرأة خوبوفان بتسألوا ايلي بيحصل لكن للأسف ما بيرودش عليها لحد ما رئيس الوزراء بيبدأ يحكي لها كل حاجة حصلت في الماضي والنفيزة ام عصابة اسمه راجا وعنده جيش من البشر وبيموت اي حد بيقف قدامه والشرطة بتخاف منه وبتسمع كلامه ومالهاش سيطرة على المنطقة بتاعته ولما رئيس الوزراء بيعرف اللي بيحصل بيقرر يروح القرية ويعمل مؤتمر علشان الناس ما تخافش ويشتركوا في العملية الانتخابية لكن راجا ورجالته بيكتحموا المكان وبيكسروا اي حاجة موجودة قدامهم وبعدها بيقابل رئيس الوزراء وبيقول له انا الوحيد اللي هفض الحاكم المنطقة بتاعتي وما فيش مرشحين هتنزل ضدي واي واحد هيعترد على كلامها موته وبعدها بيجيب المرشحين اللي كانوا عايزين ينزلوا اقصاده وبيلبسهم الاساور زي الحريم وبعدها بيهددهم وبيسيب المكان ويمشي فبيقرر رئيس الوزراء يكلف بوفان بمهمة السيطرة على المنطقة وفعلا بياخد الجيش وبيحط خطة علشان يوقفوا كل اعمال الشغب وبيقدروا يوصلوا لكل مخزن السلاح بتاعت راجا وبيقبضوا على ناس كتيرة من رجالته وبيطمنوا الناس في القرية علشان يصواتوا في الانتخابات ومحدش يخاف ولما بييجي الليل راجا ورجالته بيقتحموا مقر الجيش وبيقتلوهم وبيدمر كل المكان ومحدش بيقدر يدافع عن نفسه وبعدها بيمسك بوفان ورجالته قدام كل القرية وبيبدأ يموت في الزباط اللي موجودة حواليه وبيأمره يلبس الأثاور في رجله ويرقص بيها وإلا مش هيخلي حد منه معايش وفعلا بيسمع كلامه وبيكون مزلول ومكسور وعمال بيعيط وبينفس كل أوامره وخايف ليموت رجالته والنزع لنا جدا ومصدومة من الموقف اللي بيحصل وبعدها بياخدوهم للجبل ونصور حواليهم في كل مكان وبوفان بيبلغ الزباط إن رام الوحيد اللي هيقدر ينقذنا ويموت راجا وفي اللحظة دي بيطلع يجري وبيحاول يهرب علشان يوصل لأعلى منطقة لإن التليفون مفهوش شبكة وفعلا بيتسلب أخوه وبيرد عليه في اللحظة الأخيرة وبيفضل يترجاع علشان ينقذه وبعدها بيبعت له لوكيشن المكان اللي موجود فيه وفعلا الرام بيقدر يوصله وبيموت في كل رجالة راجا وعمال بيفجر في عربياتهم لكن في الآخر بيعملونه مسيادة وبيقدروا يمسكوه وفي الوقت دا بيلاقي نفسه مربوطه متحاصر وفاكرين إنهم قدروا يسيطروا عليه وساعتها راجا بيعرف إنه موت 300 واحد من رجالته ورام بيقول لي بوفان عايزنا موتهم لك في 15 دقيقة ولا في 10 دقايق وبعدها بيبدأ إضرابهم واحد واحد وبينتهم منهم على كل حاجة عملوها في خوف وبيكتشفوا في اللحظة دي إنه عنده قوة كبيرة جدا ومحدش هيقدر عليه وبيمسك السلاح المتعدد وبيخرمهم وكأنه بيستطح حمام وبعدها بياخدوا الزباط وبيسيب المكان ويمشي لكن في الطريق بيلاقي راجا واقف قدامه ولما بيضربوا في بعض للأسف بيموت أخوه بيقتله ورمص دوم جدا ومش قادر يستوعب اللي بيحصل فبيمسك راجا وبينتهم منه وفي نهاية الأمر بيخلص عليه وبعدها بيروح لأخوه عمال بيعيط ومش عارف يصدق إنه هيموت ومش هيشوفه تاني وهو بيطلب منه يخلي باله من إخواته والعيلة كلها ويكمل حياته وما يعرفهمش خالص إنه هو مات وللأسف اللحظة دي بوفان بيموت وبيطلع في الروح وبيودع الحياة في حضن رام وهو عمال بيعيط وبيفتكر في كل ذكرياتهم مع بعض لما كانوا صغيرين وللأسف أحلامهم كلها بتتحول لكابوس وبعدها بنرجع لوقتنا الحضر من تاني ومرأة أخوه بتفضل تعيط بعد ما عرفت الحقيقة وهو بيطلب منهم السماح لإنه مقدرش يقول لهم إنه بوفان مات ومن ناحية تاني راجا بيوصل للقرية بعد ما فاء من الغيبوبة وبيسأل الطفل إنت تعرف مين راجا فبيقول له أعرف إنه مات من فترة طويلة فده بيخليه مددائي جدا وبيقرر يجيب أفع وبيمسكها في إيديه وبيخليها تلدغو علشان يعرف أهل القرية إنه أقوى من السم لا وكمان القافعة هي اللي بتموت وهو بيفضل عايش وبيهدد الناس إنه رجع تاني ومحدش هيقدر يوحف قدامه لحد ما غايتري بتوصل للمكان وبتعرفه إنها مرات الظابط اللي موته وبتنصحه يكتب الوصية بتاعته لإن رام هيجي ويقتله وفعلا في الوقت ده رام بييجي وبيبدأ يضرفه كل رجالته وبيتخلص منهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه وبعدها بيوصل لراجا وهم اللي اتنين بيتحدوا بعض وبيعرف يسيطر عليه وبينلاقيه ضحيف جدا قدامه وبعدها بيمسك الأساور اللي خلقه أخي يلبسها ويرقص بيها وبينتقم منه وبيخلص عليه وما بينساش كل حاجة عملها فيهم لحد ما رقبته بتتقطع بالسيف وبالشكل ده بيقتله وبيرجح أخوه وبيتخيل إنه موجود معاه وبيشكروه والعيلة بترجع وبتتجمع كلها من تاني ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل الشراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد